إلى القدس العربي هبوط اضطراري مجندة إسرائيلية تمضي ساعات في رعب في مطار إيران كشفت السلطات الأمنية الإسرائيلية عن هبوط طائرة مدنية تابعة لشركة أجنبية الأسبوع الماضي اضطراريا في إيران كانت على متنها إحدى المجندات في الجيش الإسرائيلي وذلك بسبب مشكلة طبية مر بها أحد ركاب الطائرة والذي تسبب بتغيير مسار الرحلة وفق ما كان مخططا له وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سمح بنشر خبر مفاده قيام طائرة مدنية تابعة لشركة أجنبية يوم الخميس الماضي بهبوط اضطراري في إيران وذلك بسبب مشكلة طبية مر بها أحد ركاب الطائرة والذي تسبب بتغيير مسار الرحلة الذي كان مخططا له أصلا وأشار إلى أنه كانت على متن تلك الطائرات جندية تعمل في صفوف الجيش الإسرائيلي وكانت في رحلة لزيارة عائلتها في أوزباكستان وقد مكثت الطائرة وركابها لعدة ساعات على أرض المطار الإيراني لتغادر الطائرة بعد عدة ساعات وتستمر إلى وجهتها دون وقوع حوادث استثنائية وحسب ما كشف في إسرائيل فإن هذه المجندة تخدم في إحدى القيادات الإقليمية في منصب غير حساس تشير التقارير إلى أن الموساد شكل على الفور فرقة عمل خاصة من أجل إيجاد طريقة لإخراج الجندية في أسرع وقت ممكن وقد أمرت تلك الجندية بعدم التحدث باللغة العبرية خلال فترة وجودها في إيران حيث قدمت جواز سفرها الروسي إلى السلطات الإيرانية